مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نحكو عليه على زيارة رئيسة الهند الى الجزائر نحكو شوية على الموضوع ونخلوه اكيد كل واحد يخلينا تعليق ممكن كل واحد راح عنده اه نظرة في رأسه اه مؤخرا او قبل ما نحكو على الزيارة يعني الزيارة كان يعني تدوم لمدة اربع ايام وهذه حاجة يعني مليحة بل بزاف والزيارة يعني زيارة اول رئيس الهند الى الجزائر ومن بعد يعني كانت الاستقبال انتاعها يعني ربع واشين طلقة يعني صعيب باش نديرو احنا هاد البروتوكولات لانها الا الرؤوساء الكبار من عادة البروتوكولات الجزائرية وكان سيد رئيس الجمهورية شخصيا ومع اكبر يعني الاسئولين في الجزائر وسيد خرج صفراء الدول كامل في الاستقبال احنا نشوفوا باللي هنا يا الهند مؤخرا كان ضد الانضمام الجزائر للبريكس ولما داروا هذا القرار شافوا الجزائر وشافوا القول على العظمة للجزائر يعني الجزائر خلاص لغات الملف حتى وعودوا حلوها قتلهم من جيش انتهى انتهى الموضوع رئيس الجمهورية مشكور انه رجع الهيبة للجزائر من احتاج الفضلان تاعكم قلهم داروا هنا انا نشوف باللي شخصيا نشوف باللي رسالة نظن انها رسالة اعتذار يعني مدام تجي الرئيسة هنا راح تكون فيها اعتذار للجزائر وراح يكون فيها وساطة يعني مبعوثة يعني وكأنها مبعوثة انها تدير وساطة للجزائر باش تعود تعدل على القرار تعود تعود ترجع وهذا اذا اذا رجعت الجزائر وذا قبل عم يتبون مع انها راح ترجع بشهورات كبيرة بالبزة لان الجزائر قولت مي ساهلة باش ترجع لكو باش كذا صحة دروك هنا اه ما نحكوش على المشاريع وصوالح والشراكات وذي صوالح هذه اكيد مدام ربع ايام راح تكون فيها مشاريع كبيرة بين الجزائر والهند معناته دروك احنا راح ننتظر في الايام القادمة ملف البريكسي عاود يرجع من الجديد بالقناة الجزائر عندها اكيد عم يتبون رئيس الجمهورية عنده رأيه في هذا المجال الليسانسيال احنا نتمنى من اي واحد يشاركنا رأيه يعني زيارة هذه يعني من يعني رئيس الدولة يجيب نفسه هنايا وشاف تبلي الامور ما يسهل مع الجزائر غير مكلا لازم تنتظره حك انتي واجينا لهنا مش تبع ذلاحة لو وزير لو يعزانه الليسانسيال اه في الاخير كل واحد يخلينا تعليق نتمنى من اي واحد مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل جرس باش يصلوا من عندنا كل جديد في افضل حالتها من خلال اعادة بناء الجسور التي كانت موجودة تاريخيا هذا بلد وجدناه في اوقاتنا الصعبة اثناء طورتنا المجيدة وبعد استقلالنا مباشرة تأسست العلاقات نعم بشكل قوي جدا وكنا نلتقي في التوجهات الكبرى في الخيارات الكبرى كبلدين ناضلة بشكل كبير جدا لمصلحة الذول العامل الثالث في اطالي مجموعة عدم الانحياز في الامم المتحدة في منتذايات كثيرة كنا نتعاون ايضا اقتصاديا كنا حتى في الخيارات الجيوسياسية البلدان يتشبهان قد نعود الى هذا الامر بشكل يتقاربان في اشياء كثيرة جدا وان كان مصارات كل بلد اختلفت ربما في السنوات الاخيرة نعم ولكن مع ذلك استطيع ان اقول سيد رمزي انه هناك قاعدة تاريخية متينة موجودة احترام كبير للبلدين لبعضهما البعض نعم وايضا يعني خطوط التواصل لم تنقطع ابدا بالرغم ربما فترة معينة ولكن في نهاية المطف اعتقد ان تقدير الموقف الاستراتيجي لدى كل طرف جعله يصل الى هذه النتيجة نعم لا يمكن لنيو دالهي ان تستغني على بلد كبير في منطقة شمال افريقيا في افريقيا في العالم العربي بحجم الجزائر نعم ولا يمكن ايضا للجزائري ان تستغني ايضا على بلد هو قوة كبرى الان بلد صاعد بكل المعايير بلد اصبح هو القوة البشرية الاولى عالميا هو القوة الخامسة اقتصاديا في العالم مع تقديرات تقول بانه سيصل قريبا الى المرتبة الثالثة نعم سيتجاوز كل من المانيا واليابان وسيكون خلف الولايات المتحدة والصين القوتين الكبريتين في اجل ربما في حدود الفين وثلاثين بلد ايضا يتكلم بلغة ديبلوماسية تشبه ما نتحدث به الان ولديه هذه التوجهات التي تؤكد على موضوع الاستقلالية الاستراتيجية بمعنى الحرص على القرار الخارجي المستقل على عدم الانخراط الان في التحالفات وعلى العالم المتعدد الاقطاب وعلى ايضا الحرص على تواجد ما يسمى الان في الابجديات بلوسيد جلوبال الجنوب الكبير على ان يكون حاضرا متواجدا بقوة والبناثان والجزائر او الهند ساختم بهذه الجملة استاذ رمزي اذا سمحت لي يعني يطمحان في انهما يتكلمان باسم هذا الفضاء الجيوسياسي الجنوب الكبير في هذا العالم المتقلب الان اشتركوا في القناة